اشتركوا في القناة الوقفة الاحتجاجية تأتي من وراء هذا القرار تعسفي كي يتمثل في توقيف سبع أعضاء من المكتب النقابي وهذه السبع الأعضاء هم في نفس الوقت مناديب الأجراء وممثلين نقابيين الشيء للشركة لم تحترم مقتدية مدونة الشغل في هذا السياق بحيث بأنها قامت بتوقيف تعسفي ونحن نقول لكم بأنه اليوم في إطار هذا الوقفة فنحن كذلك نفهم من أجل المسألة المفاوضة الجماعية لطالبنا بها بحيث تقدمنا ميلة المطلبي للشركة الشركة لم تحترم مقتدية مدونة الشغل مقابلش بالمفاوضة الجماعية حاولت التواء حول المسألة الميلة المطلبي بل أكثر من ذلك حاولت التكالب على العمل النقابي المستخل داخل الشركة فهذا الشيء نعتبره خرق سافر لمقتدية مدونة الشغل وخرق سافر كذلك لدستور البلاد لكي ضمن الحرية للنشاط النقابي وحرية الإضراب لكي يكفلوا المواتق الدولية لمنظمة العمل الدولية وكذلك لدستور المملكة فهناك نعتبره بأن هذا مساس بالقانون والسلطة والهيبة الدولة المغربية فهناك شركة في قطاع الأفشورين تقوم بفصل منتخبين أجراء ممتلين الأجراء منتخبين لعندهم الصفة القانونية فهناك لا يمكنك التحاد المغربي للشغل كجمع إلا ندو به وإلا بأننا نقوله بصراحة العبارة بأننا لن نترك هذا الأمور ندوز هكذا بل نجيب جميع الضغوطات وجميع الوسائل المتاح لنا من أجل الانتصار وكسب هذه المعركة فهناك نعتبرها مصيرية منصف القطاع المركز للأفشورين مطالبة بتحسين دخل الأجراء هذا الدخل على الكاهل للأجراء لا يمكن أن يستمر لازم من الزيادة في الأجور لازم من الزيادة في المنح ولازم كذلك من إعادة اعتبار الأجير بحيث أن الأجير هو العجلة محركاً للشركة وبلابية لا يمكن أن يكون لا استثمار ولا لا إقتصاد ولا إنتاجية اليوم كنديروا وقفة احتجاجية بصفة عامة على عدم احترام قانون الشغل لهذه الشركة لمارسنا حقنا دستوري اللي هو الإضراب نظراً لعدم اكتمال المفاوضات الاشتراكية لأجل الوصول إلى اتفاقية مشتركة اللي هو حق دينا بكوننا نقابة أكثر تمتيلية في هذا قدمنا اليوم دفتر مطلبي ومحترموش الأجل دي المفاوضات والدفتر مطلبي كيتضمن بزاف جرنقات لمنهم زيادة في الأجور التأمين على الصحة وأعطي ثلاثة نقاط لهم مهمة والنقطة الثالثة هي كل ما هو اجتماعي مثلاً ليزا بانتاج اللي يقدرون الناس يبروفيتيوا منهم حل مثلاً صندوق دو صولي ضغطي اللي يقدرون تعاونوا مع الناس اللي عندهم مشاكل مادية أكترية ولا عندهم أولاد مراد هات الشركة هذي كتعتبر لأجراء ديالهم كناس أميين سأشوك الأغلبية ديال هاد الناس كاملين حاملين لإجازات وماجسترات حتى دي دكتورة كغيمة دوك إحنا يكم طالبوا اليوم بالحقوق ديالنا أكتر من هذا أن مارسنا حق ديالنا الدستوري بالمطالبة بجلسة مع الإدارة باش نتفاوضوا معهم قاموا بالتوقيف ديالنا بدون أي بدون أي سبب وهذا عيب وهذا عار ندوي على هات الشركة هذي لأنها لما كتحترمش قانون الشغل ما معرفت علاش واش كتضن رأسها أكثر من فوق من السلطة ما إحنا يا أتي علاش كل وجود ديالنا نحنا كنقابة وقانون الشغل كيعطينا الحقوق وكيحمينا أننا ندافعوا على معظم الأجراء في الشركة اللي صوتوا علينا وإن شاء الله بإذن الله وبالمعاونة وبالمساعدة ديال السلطات وغادي إن شاء الله ننتصروا وغادي نجيبوا الحقوق لهذا العجراء اللي هما مواطنين مغاربة وكان غير مواطنين مغاربة معنا مواطنين من الأفارقة اللي حتا هما مضامنين معنا وليتا هما كيعيشوا بعض الضغوطات من قبل هاد الشركة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر